في الاغتيال مغني هند شهير بعد صحب الحراسة الأمنية عنه إليكم التفاصيل مغني راب البنجابي سيدو موس الذي أصدر أغنية المشوار الأخير تعرض إلى القتل بالرصاص خلال قيادته سيارته تحقق الشرطة الهندية في مقتل مغني راب بنجابي شهير بعد يوم من إطلاق النار علي حسب ما قال مسؤولون اليوم وشاب جيب سنغ سيدو الذي اشتهر في جميع أنحاء العالم باسم سيدو موس والا أغتيل مساء اليوم أثناء قيادته سيارته في بلدة منسا بولاية البنجاب شمالي الهند ونقل موس والا 28 عاما الذي اشتهر بمزج موسيقى الهب هب والراب والموسيقى الشعبية إلى مستشفى لتلقي العلاج لكنه توفي إسر صبته وقال قائد الشرطة في ولاية البنجاب أن التحقيق الأولي كشف أن القتل كان تنافسا بين عصابات وقبل يوم من الهجوم سحبت حكومة البنجاب الحراسة الأمنية عن أكثر من 400 شخص بينهم موس والا في محاولة لتجيق الخناق على ثقافة الشخصيات الهمة حسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية إن الله وإن الله يرجعون بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله